النهاردة ستنطلق القمة العربية رقم 33 في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية قمة اعتيادية دورية لكنها بتعقد في ظرف دقيق واستثنائي جدا بتمر بالمنطقة العربية الحقيقة انه اجندة هذه القمة مثقلة وبتحمل عدد كبير جدا من الملفات الاقليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتأكيد طبعا على رأس هذه الملفات القضية الفلسطينية والصراع العرب الاسرائيلي واتخاذ موقف عربي موحد ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي والمبارسات العدوانية والاجرامية اللي بتستهدف المدنيين الفلسطينيين بالتأكيد قمة المنامة جت في توقيت استثنائي لان زي او القمة عربية بتعقد في البحرين ولان هذه القمة بتعقد في توقيت في الحقيقة بتتصعد في الاعتداءات الاسرائيلية على اهالي غزة واللي بتتفاقم حاليا في ضوء العملية العسكرية الاسرائيلية في رفح الفلسطينية ده إلى جانب طبعا الانتهاكات اللي بتعرض لها الفلسطينيين في الضفة الغربية ويمكن شوفنا كمان الانتهاكات اللي تعرض لها المسجد الاقصى عشان كده الشارع العربي بينتظر الكثير من هذه القمة هناك امال معقودة على هذه القمة ان تخرج بقرارات تعالج تدعيات الحرب على الفلسطينيين وتؤكد ايصال المساعدات الانسانية بالكمية الكافية اللي بيحتاجها اخوتنا واشقائنا في فلسطين بالاضافة طبعا الى دعم المصار السياسي وحل الدولتين واحياء عملية السلام مرة اخرى للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين القمة دي قمة عربية بامتياز يعني بالتأكيد هيكون فيه ملفات تانية مهمة مطروحة على اجندة هذه القمة خصوصا فيما يتعلق بتطورات الاوضاع في السودان والازمة الانسانية الكبيرة اللي بيعاني منها الشعب السوداني الشقيق ده بجانب طبعا الازمة في ليبيا وسوريا كل هذه الملفات هتكون مطروحة للنقاش في قمة المنامة وهنتكلم فيها بشكل مفصل في حلقتنا النهاردة فتابعونا مرة تانية بنصبح لحضرتكم وصبح الخير يا مصر